لعب الحزبان الكرديان الرئيسيان الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني بزعامة الراحل جلال طالباني لعبا دورا محوريا في جمع شتات المعارضة العراقية لنظام صدام حسين قبل عام 2003 وذلك بالتكليف من الإدارة الأمريكية للبحث عن غطاء سياسي لغزو العراق وقت ذاك فنجح قادة الحزبين الكرديين في لملمة أطراف المعارضة العراقية في مؤتمرين الأول في لندن والثاني في إربيل فالإدارة الأمريكية تعتقد أن علاقة الكرد مع حزب البعث الحاكم قبل 2003 كانت تشكل تأريخا من المعارضة شبه المستدامة الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني عملاء مع بقية أطياف المعارضة الوطنية العراقية في عدة مؤتمرات قبل احتلال العراق من قبل القوات الأمريكية من الناحية السياسية وكان الموضوع الذي طرحه الرئيس مسعود بارزاني في حينها في مؤتمر لندن أنه يجب أن نفكر قبل إسقاط نظام النظام السياسي في العراق أن يكون البديل كيف سيكون البديل ما أن وضعت الحرب على العراق أوزارها في مثل هذا اليوم من عام 2003 حتى تغيرت جغرافية كردستان العراق الذي أصبح فيما بعد إقليما ضمن الدولة العراقية وفقا لدستور عام 2005 لتعبر قوات البيشمرقة الكردية الحدود التي رسمها قرار الأمم المتحدة رقم 688 لسنة 1991 والذي يقضي بحماية كردستان من جيش ومقاتلات صدام حسين فسارعت البيشمرقة إلى ضم محافظة كاركوك النفطية إلى الإقليم الكردي وضم مناطق أخرى باتجاه محافظتي نينوى وديالا المحاذيتين لكردستان العراق بعد احتلال العراق في 2003 بالتأكيد تم تحرير مدينة كاركوك وكثير من المدن الكردستانية التي قد خضعت لسياسة التعريف في حينها مثل سنجار وكثير من البلدات في سهل نينوى وخانقين في محافظة ديالا ما تزال محافظة كاركوك النفطية نقطة الفراق والتلاق ما بين أقليم كردستان العراق وبغداد قبل وبعد عام 2003 فاتهامات الكرد لنظام صدام حسين بمحاولة تعريبها عالت اليوم نفسها لتوجه لشركائهم في الحكومات العراقية ببغداد أحمد الحمداني الحدث أربيد ترجمة نانسي قنقر